قال المركز الوطني الامريكي للأعصير أن قوة الإعصار فلورنس تراجعت إلى عصفة من الفئة الأولى بتغير بسيط في القوة التي كانت متوقعة له قبل وصوله إلى اليابسة اليوم فأضف المركز أن الإعصار فلورنس رصد رصد على بعد نحو 95 كم شرقي وجنوب شرقي ولمنكتون في نورث كارولاينا بسرعة قصوى للرياح المصاحبة التي بلغت 150 كم في الساعة